عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول خولة بنت حكيم رضي الله عنه صحابي تقول تقول سمعت رسول الله ﷺ يقول من نزل منزلا أي مكان تنزل في في الغابة في البستان في بيت في كهل في برحة اي مكان بس وردان تقول هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني يستعيد بله سبحانه وتعالى من شر كل مخلوق يبحث عنه إيما التامات من شر ما خلق قال عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء الحتى يرحل من منزله ذلك حتى يرحل من منزله ذلك الإمام القرطبي رحم الله إمام من أمة الإسلام الإمام القرطبي إمام القرطبي من منزله من مجرد الل相بي نعم يقول قد جربت ذلك يا قل هذه الدعاء الدعاء دائما أقول هذه الدعاء كانت تكيبني من أجم تكن أجمد تكوز على موطن ذاتيوم ولن أقول كانت تكيبني في وقت مده ومده وشتجوا أنني أقرأب حياء نقول كانت تكيبني أكرب أو حياء المهم صعب على شيء لكنه لأنه لم يأتذى هذا المقاعد نقول هذا المقاعد هو المقاعد لكن يمكنه منه ينفع ولله يعلم إذنه لذلك المقاعدة هذا المقاعدة على نقاط الكثير والمقاعدة وعلى المقاعدة التي يتساعدها